الأصل في الأشياء دائماً والقرآن أثبت ده في أكتر من مكان وفي أكتر من موضع وفي أكتر من آية وصورة الاختلاف بين الناس وبين الشعوب اختلاف عرقي وديني وخلافه ولذاك خلقكم نعم القرآن دائماً ما يتحدث عن الآخر بصفة أو بصيغة إلى حد ما فيها قبول وفيها تعاون وفيها معايشة ولكن هناك آيات تحدث فيها عن الآخر الديني أو الآخر العرقي أو غيره بشيء من المخاصمة أو المجادلة أو العرق تبط مئيني لفكرة العرق دائماً يعني لا فضل العربي على عجمية من عارب الصاصة ده العنوان الأهم في الإسلام المسألة في الإسلام أن القرآن نفسه لو اتخذناه كباكج على بعضه وده مش حقيقي لأن القرآن مجموعة من الخطابات موجهة للرسول وموجهة لأقوام أخرى يعني قل يا أيها المؤمنون قل يا أيها الكافرون قل يا أيها النبي فهناك عدة خطابات موجودة في القرآن وليس خطاباً واحداً هذه الخطابات كان يرسلها الله سبحانه وتعالى للنبي محمد لمنقشة الحياة المعيشية فإذا كان هناك خلاف بينه وبين اليهود فيرسل له ماذا يفعل في هذا الخلاف وماذا يقول وهكذا مع النصارى الذين كانوا متواجدين وليس إطلاق الحكم هنا من أنصار السياق التاريخي وأسباب المزول ومنسمى فيه وقائع قرآن يعالجة لفترتها هناك وقائع محددة نتعامل مش على إطلاقها مش على إطلاقها ده في التفسير والتأويل بطبيعة الحال وده وفي هذا اختلف المفسرون كثيرون نعم نعم ولكن كون الجماعات المتطرفة أو السلفيين تحديداً يأخذون هذا النص على ظاهره النص القرآني على ظاهره على سبيل المثال الحاصل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصار هم لم يعلموا عن أي يهود ونصار يتحدث القرآن لأنهم أخرجوا الآية من سياقها التاريخي وسياقها الاجتماعي والخلافات التي كانت موجودة وقتها القرآن هنا يتحدث عن مجموعة بشرية معينة كانت في خلاف مع الرسول في المدينة وهنا أنزل حكمه فيهم في هذا الظرف التاريخي وليس على الإطلاق لأننا لو تصفحنا القرآن هنلاقي حاجة مهمة جداً وإننا أنزلنا التوراة والإنجيلة فيهما هدى ونور صحيح كويس طيب منين فيهما هدى ونور ومنين بيقول لي نفس هذا الخطاب القرآني بيقول أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ما وهنا هيردوا عليك يا سيد حسن بالنسخ والمنسوخ وأنه آيات يعني لا هو النسخ والمنسوخ له حدوده وله أطره ولكن هم يستخدمون يتسع ويضيق حسب المصلحة بتاعتهم حسب مصلحتهم ولكن هناك يعني فكرة النسخ والمنسوخ أصلاً ليس لها محل من الإعراب إن الله لا يصدر حكماً وتاني يوم يرغي برضو يقضي عميقة جداً ويعني قوية جداً نعم نعم في الفقه الإسلامي لنقدروا في التمسير نعم ولكن نأخذ هنا تناول القرآن من جهة خطاب يخرجنا من هذه الإشكاليات جميعاً المحكم والمتشابه النسخ والمنسوخ وغير من القضايا التي حاولوا أن يعالجوا بها ما سمونه هم تناقضات القرآن لأن إحنا لو أرينا القرآن بالنسخ والمنسوخ هناك تناقضات ولكن إذا قرأنا إذا قرأنا من خلال الخطاب وهناك مفسرون ينفون أصلاً نموض أي تناقض ما منسمى لا حاجة للنسخ والمنسوخ وبالتالي لا حاجة للنسخ والمنسوخ لأن إحنا لو خدنا الخطاب هنقدر نستوعب المقصد من الآية وليس معنى الآية معظم التفاسير اللي تم إنتاجها من الطبري إلى الآن هي أهتمت بالمعنى دون المغزة وهنا وقعنا في إشكاليات كتير جداً لأن اللغة معظم من فسروا القرآن هم ليسوا أبناء العربي هم موالي ونحن نعلم أن نحن لسنا أعلم منهم ولكن لدينا أرضية معرفية أوسع منهم وأشمل منهم تحت إيد التفاسير كلها هم لم يملكوا هذا الكم من المعرفة كي يناقشوا الآيات كما نناقشها يعني دون حساب بتقول أنه النظرة السلفية اللي واخد منها القرآني ما يمكن أن يعد خصومة مع الأديان الأخرى أو يعني رفضاً للتعايش حتى ويزكو بيها حالة كراهية واستنفار ونفور من الأديان الأخرى حساب بتقول لنا أن كل هذه الآيات مفسرة على نحو خاطئ من هؤلاء السلفيين وأنه هم مش أريين حتى السياقات التاريخية وأنه بعض هذه الآيات نزلة إلى وقاع بعينها لحوادث بذاتها جوة تاريخ الإسلامي في لحظة الوحي وفي لحظة وجود سيدنا النبي على الأرض ده اللي هراجبت تقول لنا نفه